السلام عليكم اليوم أخيراً نقدر نريكم أول نظرة على الستور السعودي والبلاي ستيشن بلس في بلاي ستيشن فايف نعلمكم كل شي عنهم كيف تستخدمهم في الجهاز الجديد إيش الخيارات الجديدة اللي فيهم ونستعرضهم واحدة واحدة خلونا نبدأ مع بعض مع البلاي ستيشن بلس هذه صفحة بلاي ستيشن بلس بندخل عليها هنا من الليقونة حقة البلاي ستيشن بلس ونشوف اشياء اللي معنا طبعاً احنا حولنا لغة الجهاز إلى عربي زي ما تشوفون فوق مكتوب لألعاب وصائط لكن داخل بلاي ستيشن بلس لسه مكتوب بالانجليزي بس بنوريكم الأشياء The PlayStation Plus Collection هي أول واحدة عندنا هذه مهمة مرة لأنك لما تدخل عليها تشوف هذه الألعاب كلها Crush Trilogy, Days Gone, God of War, Fallout, Monster Hunter World كل هذه الألعاب الرهيبة Batman, Unsharted 4, The Last of Us Remastered كل هذه الألعاب الرهيبة مجاناً لمستخدمي PlayStation Plus أول ما تشغل PlayStation 5 إن شاء الله ما عندك ولا لعبة خش على PlayStation Plus وتقدر تحمل كل هذه الألعاب وتبدأ تلعبها على PlayStation 5 فهذه PlayStation Plus Collection اللي علننا عنها لمستخدمي ومستشركي PlayStation Plus موجودة من البداية على طول تقدر تبدأ تحمل فيها بعدين بتشوف عندك أشياء هنا زي ألعاب PlayStation 5 الشهرية اللي بدكم موجودة مثل هذه بلاي سيشن فور ألعب بلاي سيشن فور الشهرية تخفيضات حصرية لمشتركين بلاي سيشن بلس هذه برضو تقدر تدخل عليها و تقرىها و تشوف ا Equ��� pellets و Exuclusive Packs على بلاي سيشن بلس سبسكراي برص طبعا ننزل هنا عندنا Exuclusive to playstation plus on playstation 5 هذا الاشياء حصرية للبلاي سيشن بلس للمشتركين بلاي سيشن بلس على بلاي سيشن فايف إذا عندك بلاي سيشن فور ما رح تشتغل فهذا اللي مكتوب هنا منثلي جيمز الأشياء اللي الحين موجودة مجانية مع البلايستيشن بلس للمشتركين الحاليين وعندك بعض الأشياء هنا عروض حصرية إلى آخره هذا هو البلايستيشن بلس عندك هنا لينكات سريعة تقدر تشترك من هنا تشوف الألعاب الشهرية من هنا تشوف الكليكشن من هنا تشوف الدسكونت من هنا نقطة ثانية مهمة في البلايستيشن بلس داخله تشوفوا اللايقونة هذه لفوق كلاود ستوريج موجودة فوق على اليمين هذه إذا ضغطنا عليها بتودينا للمكان اللي نقدر نخلي فيه بياناتنا أو ملفات الحفظ حقتنا موجودة في التخزين السحابي هذه مرة مهمة جداً إذا شفتوا الفيديو اللي شرحناه أمس عن نقل البيانات مهمة جداً خصوصاً إذا عندك أكثر من جهاز وتبغى ملفات الحفظ تأخذها على طول مباشرة من الإنترنت بدل ما تقعد تنقلها بـ USB خارجي والأشياء زي كذا تقدر تأخذها من هنا الآن صارت تقدر تدخلها يا من هذه الأيقونة يا من الإعدادات مباشرة حق الجهاز إذا هذا هو البلايس سيشن بلوس وشفتوا الألعاب المجانية اللي موجودة فيه الكلكشن رهيب ذاك الآن خلونا نشوف الستور السعودي البلايس سيشن فايف هذه هي إيقونة الستور السعودي نضغط عليها بنضخل مباشرة على الستور ستور على طول موجود ما يحتاج نروح صفحة ثانية أو تحميل هذا شي رهيب طبعاً بتلقون هنا بعض الاختصارات هنا يقول لك بعض الأشياء والعروض الموجودة هنا يقول لك الألعاب اللي جاية قريب هذه الصفحة أو هذا الجزء من الصفحة سايبر باك امبايرز اف سين امورتال فينيكس او الصرمديون زي ما تسميها يوبيسوفت بالعربي فهنا تقدر تشوف الألعاب اللي جاية في الطريق هذه لعبة عليها ترويج أو حاجة عليها ترويج حالياً اكسباند يور جيمز هنا إذا تبغى تحمل إضافات أو أشياء لألعابك اللي موجودة عندك وهنا آخر صفحة مهمة لأنها فيها تقسيم الألعاب اللي عندنا يعني عندك بلاي سيشن فايف جيمز هنا بلاي سيشن فور جيمز والفي آر طبعاً إحنا الحين لو دخلنا على صفحة بلاي سيشن فايف جيمز بنشوف الألعاب اللي حالياً موجودة في الستور لا تنسون يعني يوم الإصدار أو يوم الإطلاق الرسمي بتوفر الألعاب أكثر بس هذا اللي موجود حالياً في أسترو بلايرون The Battles Demon's Souls Godfall Spider-Man Sackboy و Devil May Cry 5 هذه الألعاب متوفرة حالية في مكتبة فور مكتبة فايف آسف هذه مكتبة فور طبعاً مكتبة فور ضخمة جداً أوكي وتقدرون نشوفونها هنا Free to play الألعاب المجانية و VR ألعاب VR إذا عندك خوذة VR هذه ألعاب VR الموجودة في الستور فتقسيمة حلوة للستور الستور جداً خفيف تقدر توصل للألعاب اللي تبيها بسرعة وسهولة أوكي وتقدر أيضاً تتنقل بين صفحات تشوفون فوق latest آخر أحدث الأشياء collection نضغط R1 يودينا على ال collection هنا subscription يودينا على الاشتراكات لو نشترك بأحد الخدمات و browse يخلينا نتصفح جميع الألعاب فهذا كان الستور طبعاً غير الستور وغير البلايستيشن بلوس عندنا شي جديد نقدر نتكلم لكم عنه ما تكلمنا عنه من قبل الصفحة الرئيسية لنظام البلايستيشن 5 مكسومة قسمين ألعاب ووساط نقدر نتنقل بينهم قبل كنا نوريكم الألعاب لأننا لا نستطيع نوريكم شي غيره لكن أيضاً نستطيع نوريكم الوساط طالحين بس قبل أن نسوي هذا الشيء هناك شيء يريد أن أوريكم إياه عن مكتبة ألعابكم باجي هنا عند مكتبة الألعاب حقتي أضغط عليها هنا بيوريك كل ألعابك البلايستيشن 4 والبلايستيشن 5 مع بعض فهي نقطة مهمة أنا أوريكم إياها طبعاً أسترو بلايروم مكتوب مثبت قوس مثبت بس خلنا نتكلم عن لعبة موجودة على الجهازين يعني بلايستيشن 5 وبلايستيشن 4 عشان أوريكم نقطة مهمة هناك نقطة ثانية مهمة أبعلمكم عليها عن ألعابكم التي تملكونها طبعاً الكل يعرف الحين أنه مثلاً إذا كان عندك لعبة بلايستيشن 4 ولها نسخة على بلايستيشن 5 كثير من الألعاب بتخليك تملك نسخة بلايستيشن 5 بشكل مباشر أبعريكم مثال هنا أوكي مثلاً لعبة ساك باي طيب لو جينا هنا أقدر ألعبها مباشرة بس لو ضغطت على النقطة الثلاثة هذه جمب عقونة اللعب في نقطة ثلاثة لو أضغط عليها بيقول لي عرض المنتج أوكي طبعاً بعض الألعاب زي ما قلنا لو ضغطت عرض المنتج هنا وجيت هنا عند النقط أقدر أوصل للنسخة المختلفة حقاً اللعبة يعني هنا طالع لي Digital Deluxe Edition PlayStation 4 أو Standard Edition PlayStation 4 هذه صفحات مختلفة أنا أقدر أن تقلها لأن هذه الصفحة الخاصة بجزء البلايستيشن 5 هو يعاملهم كلعبتين منفصلة فلو بغيت البلايستيشن 4 Edition أضغط هنا بيحولني على صفحة نسخة البلايستيشن 4 فهذا شيء مهم ننتبه له خصوصاً إذا كان عندنا لعبة موجود منها نسختين وفي يعني تقدر تملك النسخة الثانية مجاناً أو لازم تشتري النسخة الثانية بشكل منفصل لازم تنتبه أن في نسخة بلايستيشن 4 ونسخة بلايستيشن 5 منفصلة الآن نرجع للصفحة الرئيسية عشان أبرريكم شيء مهم الصفحة الرئيسية مقسومة قسمين لو تشوفون فوق ألعاب ووسائط قبل الحضر هذا هذا الحضر النهائي للايستيشن 5 فالآن نقدر نتكلم عن كل شيء إذا في أي حد عند السؤال خلاص انتهى كل الحضور أي حضر على البلايستيشن 5 انتهى نقدر نتكلم عن أي شيء واحد منهم صفحة الوسائط بضغط R1 عشان أوصل لها أنا الآن في صفحة الوسائط صفحة الوسائط طبعا لأننا كلنا يعني مو كلنا يعني كثير مننا يستخدم بلايستيشن 5 كجهاز ترفيه أو بلايستيشن 4 كثير من تطبيقات مشاهدة المحتوى زي نتفلكس وغيرها البلايستيشن 4 كان من أكثر الأجهزة اللي يتم عليها تحميل تطبيقهم والمشاهدة من خلاله فأنا متأكد مع بلايستيشن 5 في ناس كثيرين يهمهم هذا الشيء يستخدمون البلايستيشن 5 كمانصة يشغلون فيها اشتراكاتهم في مختلف الخدمات عشان يتفرجون على إيش على المحتوى الفيديو اللي موجود عندنا هنا لو ندخل صفحة الوسائط 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 أوكي بنشوف تطبيق يوتيوب بنشوف تطبيق نتفلكس تطبيق تويتش تطبيق برايم فيديوز وسبوتيفاي وفيه أشياء إضافية يعني لو رحنا مكتب التطبيقات أنا ما عندي هنا لا خمسة هذا اللي عندي اللي أنا حملتها طبعا أول ما شغلت الجهاز بلاي ستشفاي فأول مرة هو اقترح علي قال يتبي نحملك هذه التطبيقات وقالت له نعم وحملها مباشرة فلقيتها على طول في جهازي طيب فزي ما قلنا لو رح تلفازه فيديو لأيقونة اللي موجودة فوق بنقدر نحصل على تطبيقات إضافية مثلا عندنا أبل تيفي أيضا موجود أوكي وبيكون عندنا برضو تطبيقات زيادة نقدر نتصفحها ونقدر نشوف المحتوى حتى يوريك كل تطبيق إيش قاعد يردلك أبل تيفي في هذا وهذا وهذا برايم فيديو في هذا وهذا فيعني هذا شيء مفيد لمستخدمي بلاي سيشن اللي هي صفحة الوسائط عشان تتفرج على المحتوى خلونا نلقي نظرة مثلا على تطبيق اليوتيوب الموجود هنا نقول له فتح لا يمكن بدء اللعبة أو تطبيق عشاء عشان عددات لتش دي اماي لأننا نحطينه في وضع التسجيل ولا واحد من تطبيقات الوسائط يشتغل معنا الآن عشان حماية القرصنة أو أشياء زي كذا فبس عموما التطبيقات تشتغل بشكل سريع جدا أوكي خلوني أفصل حقة الحماية ونريكم إياها بنفسي شلت حق الحماية عشان نقدر نفتح ملفات أو تطبيقات الميديا نبدأ باليوتيوب ضغطنا فتح نشوف شكثر إيش سرعة التطبيق اليوتيوب وهو يفتح أوكي أوكي يبغاني أسجل الدخول ما بي تخطي أوكي نقدر هنا نشوف طبعا الأشياء اللي في اليوتيوب لأنني ممسجل الدخول بيعطيني الأشياء اللي يقترحها على المستخدمين في السعودية نفس تطبيق اليوتيوب اللي ممكن تشوفه في التلفزيون عندك تشوفه في الشسم في الأشياء اللي زي أبل تيفي وغيرها تقدر توصل لمباشرة من هنا خلنا نلقي نظرة نرجع هوم مرة ثانية خلونا الآن نجلب تطبيق نتفلكس ندخل عليه نشوف سرعة التطبيق في التحميل وكذا بعد هذه الأوبنينج في كل التطبيقات نتفلكس على مختلف المنصات اشتغل التطبيق اختار اليوزر اتوقع الواجهة معروفة بالنسبة لكم أيضا يعني هي واجهة نتفلكس بشكل عام موحدة فنقدر نشوف نتفلكس هنا عندنا شغال بكل الأشياء اللي معاه لكن نقطة مهمة حبيت نوه عليها ما في في نتفلكس في البلايستيشن 5 دعم دولبي أتموس ودولبي فيجن أو ما في دعم دولبي أتموس ودولبي فيجن بشكل عام في البلايستيشن 5 فهذه نقطة حبينا نوه عليها إذن في تويتش براين فيديو وفي تطبيقات كثيرة اللي معتاد عليها ولست في تطبيقات جاية في الطريق ما توفرت الآن من البداية حين نقدر نروح للألعاب مرة ثانية تقريبا يعني كذا نكون نغطينا كل شيء خص واجهة بلايستيشن 5 الجديدة اليوم كملنا الباقي بعدما نفك الحظر ورئناكم لستور ورئناكم بلايستيشن بلوس ورئناكم الأشياء الجديدة في قسم الوسائط اللي خاصة بمشاهدة المحتوى أتمنى يكون الفيديو عجبكم كالعادة لا تنسون يا شبال اشتركوا في قناتنا إلا ما كنتم مشتركين هذا دعم كبير جدا 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 لنا أعطيكم العافية المتابعة والله لا تنسونا مع السلامة